زمان لما كنت باجي اخسل سناني كنت بامسك الفرشة واخسل كده بشكل افقي كده وطبعا ده طلع غلط وعرفت المعلومة دي من زمان فقلنا نعمل عنها فيديو سريع كده ونعرف الناس في ناس لحد دلوقتي بتخسل سنانها غلط والصح طبعا انها تخسلها بالطريقة الصحيحة عشان يكون ده احسن حاجة وقفيت حاجة ليها وما نضرش اللاثة بتجيب الفرشة الجميلة بتاعتك اللي بتكون طبعا مش خشنة تكون نعمة وبتحط عليها المعجون بتاعك ونيجي زي ما احنا شايفين كده ونعمل حركة دائرية كده صغيرة وبعدين بعد ما نخلص نشد لتحت زي ما احنا شايفين قدامنا كده حركة دائرية صغيرة كده وبعدين نشد لتحت الكلام ده طبعا واحنا في الفك العلوي كذلك الامر من الامام يعني احنا بنيجي من الجنب وبنيجي من قدام كله نعمل حركة دائرية كده صغيرة وبعدين نشد لتحت عشان لو في اي بقايا من الطعام تنزل لو في اي حاجة تنزل هي دي طريقة الصح عملنا من الجنب نجي من قدام وبعدين الجنب التاني كل الاسنان طبعا كذلك الامر من الداخل نيجي برضو من جوة نفس النظام بالزبط حركة دائرية صغيرة كده وبعدين نشد لتحت بطريقة عمودية وبعدين نيجي على الجنب اللي تحت الصف اللي تحت نفس النظام زي ما احنا شايفين حركة دائرية وبعدين هنشد الفوق عشان لو في اي بقايا للطعام تطلع لفوق والموضوع ده على فكرة مش صعب ولا حاجة انت بالتمرين بتتعود عليه بعد كده فدي أفضل طريقة زي ما احنا شايفين قدامنا حركة دائرية صغيرة وبعد نشد الفوق حركة دائرية صغيرة نشد الفوق فنتعلمها ونشتغل بيها كذلك الأمر من جوة من الداخل زي ما احنا شايفين برضو حركة دائرية ونشد الفوق دي أفضل طريقة لغسيل الأسنان وطبعا يفضل غسيل الأسنان مرتين في اليوم مرة صبح ومرة بالليل قبل منان وسطح الأسنان من فوق بنغسله بالطريقة دي فغسيل الأسنان حاجة مهمة جدا ان احنا نغسلها صح ودمتم في أمان الله